قبل كم سنة هاي الطيارة من الطيارة الماليزي ققلعت وكان معها 227 راكب بس اني ما كانوا عارفين اهدر الركاب انه هاي رح تكون اخر طيارة يحكبوها بحياتهم شو؟ احضر الفيديو كامل يا جمالي النوم رح اجرب هذا الطيارة نفسه الحادثة صارت في 2014 اثر ما هي غريبة من عمل عنها شو على نتفلكس واسم الراحلة كان الطيران الرقم MH370 هنعتبر هاي هي الطيارة وكانت بدها تقلع من كوالنبور فالطيارة كانت عادة متحركة رايح على الصين ولا فجأة هون بفقدوا الاتصال معها يعني بطل الطيار يرد على المطاط وفجأة بعد ما بطل يرد لف فجأة نعطفت وراحت هون وهون يا عزيزي بلد شو يفقدوا الشبكة مع الطيارة يعني اختفت عن الرادار بطل يبين موقعها فهون المفروض هي نقطة اختفاء الطيارة بس لسه لسه لانه مع انه الطيارة اختفت على رادارات المطار كان فيه ساتيلايت لسه قادر يشوف الطيارة ساتيلايت تابع لشركة إنمارسات فظلهم يلتقتوا مكان الطيارة من هديك النقطة والغريب إنها رجعت انعطفت وتحركت باتجاه المحيط الهندي هلا هذا ستلايك كان بقدر يلتقت إشارة من طيارة مرة كل ساعة وظل يلتقت إشارات لمدة ست ساعات يعني الطيارة طارت لمدة ست ساعات فوق المحيط الهندي لحد ما فجأة اختفت على الكامل هلا زي ما حكيت لكم كان على الطيارة مئتين وسبعة وعشرين راكب غير الاتناش اللي كانوا بيشتغلوا في الطيارة يعني مئتين وتسعة وتلاتين شخص هدول الأشخاص أهليهم ما استواهوا باقي كيف كيف يعني ابني اختفى كيف الموضوع مش منطقي وبسببه هدول الناس غضبوا كثير عصروا كيف يعني اختفوا وين راحوا وبلشوا يضغطوا الحكومة ويعملوا مطاهرات لحد ما اجتمعوا أكثر من حكومة واطلقوا أكبر عملية بحث في التاريخ وعملية البحث هاي كان فيها عشرين سفينة وحوالي اتنين وعشرين طيارة من بلدان زي الصين أستراليا ماليزيا بريطانيا أمريكا بتحكي لي احمد تشمعنا دول الدول لأنه في الطيارة كان فيه ناس من أمريكا كان فيه ناس من بريطانيا كان فيه ناس من ماليزيا حتى انهم ودوا غواصات غواصات بس المشكلة انه المحيط كتير كبير هذا هو المحيط الهندي هذا كله لحد القطب الجنوبي طلع ما اكبره ومعلومة احنا كبشرية منعرف عن الفضاء اكتر من البحر المحيط كثير عميق وكثير واسع واحنا كبشرية ما منعرف اشي عنا والطيارة هاي اختفت في موقع مجهول فيه دائرة معينة مشكوك انه هي اختفت فيها بس مكانها بالتحديد ما احد بعرفه فالنتيجة كانت انه بعد اكتر من سنتين بصاروا بفوق السنتين بيبحثوا بكل قوتهم بتم الاعلان انه عملية البحث هاي قد فشلت ما لأوا ولا اشي يذكر لليوم ما بعرفوا شو صار بالطيارة وما بعرفوا اذا اللي عليها عايشو ولا ما يكتير يعني ما في اشي يثبت انه ماتوا ترى ولانه ما في اي معلومات حقية عن الموضوع صار يطلع النظريات مؤامرة يعني فيه نظريات تحكي انه الطيار انتحر فيه نظريات تحكي انه هذا عمل ارهابي وفيه حدا سيطر على الطيارة وفيه نظريات تلبس الموضوع بالاشي اللي كل حد بلبس الموضوع فيه لما يصير اشي غريب اللي هو المخلوقات الفضائية وحرفين فيه فيديوهات فيه فيديوهات تثبت انه مخلوقات الفضائية هي السبب ولسه لليوم ما نحل هذا اللغز لدرجة انه فيه ناس من اهالي المختفين في الطيارة لسه قبل اسبوع رفعوا قضية على الطيران الماليزي الدنيا مولع عدد هذا الطيران وكتير مناس صاروا يتجنبوه تخافوا منه وانا صار عندي فضول اعراض هل هذا الطيران اعمل ولا لا بعد كل اللي صار ما فيها طريقة واحدة اعراض هاي احنا رايح نجرب الطيران الماليزي فش غير هيك يا جماعة هاي الطريقة الوحيدة ووو بس قبل ما نموت احييكم انه اشتركوا في القناة لانه فيه هال 10 مليون حفلة معجنات خرافية كل حدا هيكون نفسه يجاع حفلة المعجنات بس انا حمنع اي حدا مش مشترك في القناتي فا اشتركوا قناتي اليوم وساعدونا الوصل الهدف امر السعادة او كما يقال وهيك ساعات على الرحلة اللي قد تكون اخر رحلة بهاياتي مش عارف والغريب انه كان فيه كثير ناس معي بالطيارة يعني هلو جايز شو مش خايفين واخيرا وبعد صف طويل الماله ام داعي جلست على مقعد طبعا اخذت مقعد الامرجنسي عشان احتياطي اذا صار ما صار امسك حالي واطلق واجه الزلمي هادو شرحلنا قواعد السلامي وكان كلامه زي هيك اذا ضعنا في المحيط الهندي ما عليكم عندي الموضوع باستخدم هالورقة لفها وحشيها في المقعد الامامي تمام قواعد السلامي بتحكيلك اذا صار حريق ما تخاف تقدر طنق من الطيارة امورنا تمام هاي الرحلة رح تكون ممتازة اول شي اللي احطت في الطيارة انها كثير مزعجة يعني انا حاطط سماعات مضادة للازعج ومع هيك طبعا في زلمة جاء وقرار يوى عند جنبي الخيارون سمي هذه الزلمة رامزي رامزي مايزته انه مستحيل يتوتر وهلأ هتعرفوا لماذا هذا الاشي مهم فقرة الاكل فقرة المفضلة dade مبكلط طيران بطلعوا شوفوا ردة فعلي على منظر الاكل لمingoفتحتوا الله على الجمال يمكن المنظر ماله داخل الطعام اوكي انسى الموضوع هون ممكن تشوفوا نظرة الاستغراب على وجهي ليش؟ لانه الطيارة فجأة صارت تهز كثير بشكل مش طبيعي المشكلة لاني مش حاس حد مهتم غيري انا يعني طلعوا رمزي مثلا والله ما هو سائل يا زلان بس انا كثير خفت لاني بعرف ان هاي الهازة مش طبيعية سافرت مية مرة قبل وبحياتها ما الطيارة هزت هالقدة الطيارة كتير كتير을 تهز بطريقة مش منطقية والطاكم قرر يوزى عصير الموضوع مش منطقي ركزه على جنيه الكولا شوفوا الهزة كم الطيارة حصلها مصص ساعة تهز وبنسبه لرمزي放 اوكي انتو حاليا مش شايفين نظرة الراب العوجي بس يعني ما يبقى في الضوء بطيارة بس الحمد لله بعد 10 دقايق ضوءوا لضوء بعدها رجعوا طفل الضواو بعدها ضواوا للضواو وطبعاً رجعوا طفل الضواو وهيك وبعد رحلة شوي غريبة أخيراً وصلت بسلام طيب أنا حالياً في ماليزيا بدون أي سبب الأخير أفهمكم أكثر بدون أي سبب لا حاجز فندق ولا بعرف حدا هون ولا في أي شيء أعمله أنا بس كنت بدي أجرب طيران ماليزيا وما فكرت إيش أعمل بعدها بس حجز الطيارة واجيت وبس هايني في ماليزيا الطيارة بشكل عام كانت آمنة مش بس هيك هذا الطيران نادر جداً ما يصير له حوادث وفي كتير طيرانات عالمية الناس تركبها مع أنه نسبة الحوادث أضعاف هذا الطيران والحادث اللي حكينا عنه بهذا الفيديو كتير انتشر عالمياً لدرجة أنه خرب سمعة ماليزيا إيرلاينز مع أنه لا نستطيع أن نعرف ما حدث أصلاً وإنت يا عزيز المشاهد هل مستعد تجرب تطلع في هذه الطيارة أم لا؟ وخوارزميات اليوتيوب تحكي أن هذا الفيديو سيأتي بك لماذا لا تجرب تحضره؟